السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي في الانسانية في كل مكان اليوم سوف اتتكلم عن الحل الثالث لمشكلة التدخين وهو الحل الامثل وهو الذي اقترحه لمعالجة مشكلة التدخين وهو بما ان التدخين توجد صناعة وتجارة للتدخين في المستوى العالم الى جانب وجود كتير من الناس المدخنين في العالم وتدخين مرحلتين. مرحلت تعود ومرحلت الإدمان. فإزان الحل هو كالآتي هو تثبيت عدد المدخين وجعلهم يتناقصون مع الزمن. مع اتباع الحل الثاني. ازاي? ان نظر نوجود الصناعة والزراعة والتدخين والناس مدخن. فالحل هو كالآتي هو ان نسمح لاي شخص بلغ سن استخراج الهوية. يعني مسلا في مصر سن استخراج الهوية 16 سنة في امريكا كويت 18 سنة في تاريخ معين وليكن واحد واحد الفين آآ 23. آآ 23 دا نسمح له بتدخين حتى لو آآ لهذه الفئة نسمح له بتدخين ونجعلها تناقص مع الزمن. بمعنى ان احنا ان في هذا التاريخ هو يكون اصغر واحد في في البلد بيدخن عمره آآ في واحد واحد الفين 23 عشر عمره اللي هو 16 سنة كما في مصر. بعد عشر سنين سنين يكون اصغر واحد عمره 16 بعد عشر سنين 36 بعد عشر سنين 46 وكذا الى ان ينتهي امتهى المدخنين مع منع الاجيالي قادمة آآ ان الدخن اللي هي عمرها اقل من سن استخراج الهوية في هذا اليوم من التدخين حتى لو بلغوا سن سبعين سنة يعني حتى لو عادوا تعدوا سن استخراج الهوية. لان المنطق بيقول ايه? بيقول لو نرفض الحكومات الحلول المتبعة الحاليين وهو الحال التاني اللي هو العمل على تناقص عدد المدخنين. اه ازا بالتالي هي مدام هي بتعمل كده ازا هي مؤمنة ان في يوم الايام المدخنين عدد المدخنين هي صدر السفر. طب ازا في هزي الحالة المنطق يقول ايه? المنطق يقول ايه? هزي الحكمات تمنع الاجيال الجديدة انها تدخن. ان المجتمع خلاص بقى اصبح مدخن ده بفرض انها تنجح. نجح في تطبيق الحل التاني والحل التاني نجح في قضاع التدخين. طيب ايه الفرق بالحالتين هنا? الفرق بالحالتين ان انا هنا فرضت ان الناس كلها بطالة تدخين معادة الفئة دي. معادة الفئة اللي هي عملها 16 سنة بيان فوق. ان دوسين استخراج الهوية. النهاردة مش مش قدام. مش مسلا سنة الفين وسبعين الفين وثمانين الفين وثمانين الفين وثمانين الفين وثمانين. لان مش مضمون امتى? الحل التاني يحقق نجاح في القضاء على مشكلة التدخين. دي حاجة. فاذا بالتالي ده هو الحل الامسل. التطبيق لي وهاشرحه في فيديو التاني. التطبيق الاكيفية التطبيق اللي هو عن طريق هذا الحاجة. واحد ممكن كتابة الاعطاء ما يسمى كارت المدخن. وهذا الكارت يجدد من تلقاء. يجدد كل مسلا فترة زمانية ولتكن اربع سنوات كل يجدد. حتى نعرف عدد المدخين دي. دي حاجة. او يتخدم في البطاعة ان هو ايه? ان هو مدخن. ان شا هزا الشخص ايه مدخن. والتالي اي واحد غير مكتوب من هو مدخن او معهش كارت التدخين لا يسمح له بالتدخين. طيب. برضو يعني الواحد يقول لي ده بالعادة كتير مدخنين. لا. ممكن الان الاصدار القانون فقط. يعني الحكومة تصدر ممنوع ممنوع التدخين وبيع السجال لما انه اقل من سن استخراج الهوية في واحد واحد الفين ٢٢٣٣ مثلا. اذا اي شخص مخالف لهذا الكلام هيكون اه هيعاقب بالتأكيد لان هو فرض المجتمع ايه? ما فيوش تدخين. طيب. ايه فايدة الحل ده اولا? الفايدة الحل هو يتعامل بشكل منطقي مع مشكلة تدخين. ازاي? اولا هو هيحصل نقص تدريجي في عدد المدخنين. فبالتالي ايه? ايه? يحصل نقص تدريجي في عدد السجائر وتوزيع السجائر. اذا النقص تدريجي ومناسب مع امكانية الدولة. وبيحل المشكلة على نطاق الدولة ولا سنطاق الحكومة. لان ان فيش حكومة في العالم قادرة او ترضى بمنع التدخين لاضراره كبيرة. صحيح بتعلن ان هي ان هي ان ملايين ومليارات في علاج المدخنين. بس نسية حاجة تقول هي بتكسب قد ايه? فازان بالتالي الحل لا بد ان يكون نطاق الدولة. فازان بالحل ده هو انه مناسب جدا بينقل المشكلة الى نطاق الدولة اي على عدة حكومات. وليس حكومة واحدة لان فيش حكومة في العالم قادرة او ترضى بمنع التدخين. دي حاجة. لما نجي ان ترى منطقية الحل لان مشكلة تدخين. نشوف ازباب انتشاره. يعني مثلا واحد يروح عند دكتور. يكون عنده دكتور اكتشف انه عنده نقص في الحديد. اذا يجب ان يدينه فيتامينز الخاصة بالحديد. ما يدوش خاصة مثلا في فيتامين دال. او حاجة ده او فيتامين الف. اذا ننظر الى الاسباب لانتشار التدخين. واحدة. الشباب يريد ان هو راجل كبير. فايا يجيب سجاره. عساس ان هو راجل بلق راجل كبير. طيب انت لاهينا لما تجي انطبق النقطة دي بالنسبة بان تتهون. لما تجي دي النقطة دي ان النقطة دي اصل الواحد في مصر. في مصر مسلا سنة ستاري بدخل ان يو عمر 16 سنة. بعد عرشة ستة عشرين. بعد عرشة ستة عشرين. بعد عرشة ستة تلاتين. ستة عربعين. اذا تدخين هيبقوا مظهر من مظاهر الكهولة. وليس مظهر منظر للشباب. اذا انت قتلت احدى اسباب دخول التدخين. النقطة التانية. النقطة التانية. المشكلة التدخين هي غالبا معظم مدخنين بيشتخوا او دخلوا في اصبحوا مدخنين بسبب السجارة الاولى. يعني عادي في مجلس او في اجتماع اه مع مجموعة مدخين واحد اعطاه السجارة فدخنها فاصبحتها وتدخين. انما هنا في الحل التواجب بين المدخنين اللي هما فوق ال 16 سنة مع الاجيال الجيدة هيقلك بشكل جديد جدا. اذا بالتالي انت السبب ده مش يكون موجود. وزان التدخين اصبح مظهر مظهر الكهولة. زي بزبط الاغطية من الرأس زي ما في العود القديمة كانت تربوش مسلا. او العمة ده مظهر الراجل ده كبر. طب الوقتي اتلغت طيب مين بلبس تربوش لوقتي الان مفيش. انما لو واحد يستربوش شهاب صغير او لدرجة ايه كبير. دي نقطة. النقطة التانية في البنود التانية في الحكمات بتقول ايه? بتقول ان نمنع التدخين في اماكن معينة لاماكن العامة. طب انت هنا لما بنجي نمنع مدخنين بنمنع مماكن كتير جدا. حتى في بعض الاماكن العامة. لان المدخن مش هلاقي فرصته كتير جدا. عدد مدخن مقل. اذا بالتالي هيقل عدد ايه? الاماكن اللي يكون فيها تدخين. اذا احنا بنقلل التدخين السلبي. دي نقطة. النقطة التانية في ناس مسلا تقول لك. ان ممنوع بيع السجان الى 18 سنة. اللي هو تسلل استخراج الهوية مثلا. زي كويت وامريكا. اه واستاشر في مصر. طب ممنوع البيع هنا في القانون هنا. هتمنع البيع كليتا لاجال جديد خالص. يعني بفيه حراسة للمدخن. في الشرع كمان. لان انت ممكن تعمل حراسة للشاب. في بداية حياته. في البيت. في الاب موجود. الام موجود. نعم موجود. هيمنع الشخص الشاب بالسهيل انه دخل. انما بالطريقة دي انت تمنع بتحرس الشباب من التدخين. ان دخل في التدخين حتى في الاماكن العامة لان هيبكون ممنوع البيع او تدخين كليتا. فازم انت دا منطق في الحل. دي دي نقطة. النقطة تانية هام كتير ان انت بتمنع السجارة الاولى. اني مش كنت تدخين العامة في السجارة الاولى. كتير جدا دخنكت. بس كتير جدا مقدرش يخرج على التدخين بسبب السجارة الاولى. دي حاجة. الحاجة التانية عدم التوفر الصعوب التوفر السجار بشكل كبير لان مع النقصان هيحصل النقص في اماكن توزيع السجارة اذا بالتاني الحصول على السجارة مش هيكون جيد. نقطة كمان بفايدة الموضوع ان ده هنا الحضار او النقص في عدد المدخلين هيكون شبه تدريجي ومعروف انما في الحال التاني الحال التاني هنا اللي هو العمل على تقليل عدد المدخلين ده هيحصل فيه تطراب العدد ممكن تزيد ممكن تنقص حسب اتجاه الحملة بس ما بصيرش الصفر حتى لو وصل الصفر انت هتخسر الصناعات لازم تحمل تكلفة غلق المصانع لازم وبعدين هنا حاجة فيه انشطة مرتبطة بالصناع عاديا بتغزي الصناع عاديا اذا يهضر اذا هنا الحل هو بيتماشى بيتماشى مع اتجاهات مع مصالح الى حكومة وليس هناك اي حجة لاي حكومة في العالم لبقاء مشكلة تدخين اذا متطبق هذا الحل من هذا الحل هو الحل الذي يعفيها من اي عباء الحل يقضى على مشكلها اه مشكلها اه بتعمل مشكلة تدخين هنا لا اقبل المدخين على التدخين لكن الشخص اللي بدخن هسيبه يدخن لان مش محتاج ان هو ايه ان انا اطبق الكلام ده هو على اجال جديدة يعني اذا كان الحكومة بتعمل على تقليل على مدخين طب هي ليه منتظر اجال جديدة هي بتعمل على تقليل اعداد المدخين طب ليه بتنتظر اعداد الشباب اللي مدخنش على اساس يخلش المدخين عشان تنصحه طب الحملات دي مش بتكلف فلوس كتيرة بتكلف اماليين بتحديد اماكن اللي هي منوا فيها الدخان اذا بالتالي ما ليس هناك حجة ليس هناك حجة لاي حكومة اذا ارادت ان تحل مشكلة تدخين الا تطبق هذا الحل وحل منطقي جدا ولا يكلف الحكومات شيء خالص 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 بالعكس انها ممكن تحصل على اموال من الغرامات للشباب الغير مسموح له بالتدخين ولاقصة لان الشباب فقط انما الشخص الذي لا يتعدى سنه سن استخراج الهوية في تاريخ معين ولكن واحد واحد الفين تاتة عشرين هنشرح لكم بعد كده ازاي تطبيق ورقة العمل دي اللي هو الحل القانون ده واي حكومة الان الان اذا ارادت هو اصدار قرار فقط ممنوع بيع السجاير وتدخين السجاير للاشخاص الذين تنهم اقل من سن استخراج الهوية في تاريخ محدد قرار وعقوبة اتنين عقوبة للشخص الذي يخالف هذا الكلام حتى لو سن وبعد كده بلغ سن استخراج الهوية ازا بالتالي انت بتحل مشكلة التدخين بلا مشاكل بلا اي مشكلة هنقش الحلوديا هنقش كيفية التطبيق والتطبيق سهل جدا ما فيهوش اي مشكلة خالص 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 حكومتك ازا لم تطبق هذا الكلام اعلم انها تهاجرة مخدرات فما ثبت من اضرار التدخين في العالم اكثر كثيرا جدا ما ثبت اضرار الحشيش وحتى الخامر نفسه تدخين اخطر افا في هذا الزمان ملايين ملايين ماتوا ملايين ملايين من المرضى في المستشفى بسبب الدخان ازا لماذا تصري الحكمات على ذلك؟ هل تريد قتل الشعوبة؟ هل تريد المرض يصيب مواطنيها؟ هي هنا المشكلة ليس هناك عزر لاي حكومة في العالم التي تطبق هذا الاقتراح لانه مشكلفها اي شيء سواء اصدار قرار فقط لا غير شكرا